سائل فلة عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نيرمين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي بتفتكم وتنال على إعجابكم ومرضاكم النهاردة بقى بمناسبة أني خلاص العيد كمان يومين فأنا قررت النهاردة أن أعمل لكم دلكة مغربية يعني إيه دلكة مغربية؟ يعني هعمل لكم كده موسك مغربي الموسك ده فظيع جدا يعني ملوش حل بيزيل الشعر نهائيا وبيحسن من الخلايا اللي تحت الجلد وبينضافها بعمق وبينضاف البشرة بطريقة غير عادية بفتح درجة البشرة درجتين بفتح ما انتي يعني لو انتي مثلا سمرة شوية هتبقي بيضة لو انتي بيضة هتبقي ناصعة البيض بصراحة موسك ملوش حل يعني هعمل لكم النهاردة مش موسك واحد هعمل لكم موسكين الدلكة المغربية وموسك التفتيح الدلكة المغربية هي اللي بتزيل كل الشعر اللي بيبقى في الجسم الشعر الروفيع جدا اللي ما بتقدرش المكينة ان هي تشيله وفي نفس الوقت بدون قلم وبدون بقى وقت كتير في تضيع الوقت الكتير يعني حاجة بسيطة جدا اما الوصفة التانية دي اللي احنا هنعملها هنعملها بقى للتفتيح وللترطيب بعد الدلكة المغربية ده هنا هتشوفوا نتيجة جميلة جدا خصوصا طبعا لو حد بشرته اغمأ من كده هتبان فيها النتيجة احسن من كده بكتير ممكن كمان البشرة لو فتحها هيبان كمان النصاعة بتاعتها تبقى نصاعة الويات بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت بقى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو على طول باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ومحدش ياريت ينسى كده لايك حلوة للوصفة عشان ان شاء الله قدم لكم كل ما هو جديد وجميل ولو اجابكم الفيديو خدو مشاركة عشان كل الناس تستفيد انا هنا مستخدمة في الوصفة بتاعتي الصبون طبعا هتستخدمي صبونة تكون نظيفة وحلوة انا هرشح لكم نوعين من الصبون ممكن تستخدموه في الوصفة دي تستخدمو اما صبونة لونة هتلاقوها في الصداليات او تستخدمو صبونة دوف دوف متوفرة اكتر وتقريبا سعرها مش غالي يعني سعرها كويس جدا دول احسن صبونتين انا استخدمتوهم في الوصفة دي تدوني نتيجة ممتازة طبعا مش هنستخدم الصبونة كلها هنستخدم يدوب نص الصبونة هتعمل معانا كمية حلوة هتعمل معانا المسكن دول نص الصبونة بس لو دوف الكبيرة دي هناخد يدوب تلت الصبونة او ربعة بعد ما بنبشر الصبونة على ناعم جدا بالمبشرة لازم يكون البشر ناعم جدا وخلي بالكم يا جماعة ان يعني تحاولوا ان الصبونة تكون طرية كده وحلوة تشوفوا نتيجة صلاحيتها كمان هنا ده اسمه صبون الصبون ده اسمه صبون الدلكة لو ملقتوهوش مفيش مشكلة يعني ده هو صبون خشن شوية لو حبنت ضفوه او لقتوه ماشي ملقتوهوش مفيش مشكلة خالص ممكن كمان تستخدموا صبون نابولسي شهين ممتاز جدا بس هو يعني ايه مش بيدي نتيجة زي دوف دوف بينظف جويس جدا جدا يعني بضيف هنا بقى مية الورد طبعا مية الورد بتختلف في لونها في ناس بتجيب مية الورد لونها بمبة وفي ناس بتجيبها بيضاء عمتها مفيش مشكلة المهم ان هي تكون مية ورد وبجيب مية من الحنفية ما تكونش مية دافية ولا مية عادية خاصة اللي بنشربها دي من الحنفية دي بقى بجيب المية وببدأ ان انا اصبت القوان بتاع الكريم بتاعي اللي انا هكوونه طبعا بضيف المية بالنقطة ليه بقى عشان انا لا عايز الكريم يسيح قوي ولا عايزة يبقى تخين قوي دي خلي بالكم من التكات اللي بقى قولها لكم دي وخلي بالكم كمان لما اقول لكم ازاي هنستخدم الماس كده لاني مش مش اي طريقة استخدام فيه طريقة كده معينة للاستخدام هي اللي بتخلي البشرة تبقى ناصعة كده بيضاء كمان هقول لكم على شوية ناصية حلوين جدا 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 لبشرة ناصعة وجميلة جدا وما فيهاش اي نوع من انواع الاجهات زي ما انتو شايفين كده احنا كونا تقريبا الكريم بتلاقي القوام بتاعه ابتدى ينعم جدا جدا زي ما قلت لكم كل ما الصابون هتبقى نظيفة وحلوة كل ما هتديكي نتيجة افضل بكتير يقول الي ان الصابون ده مواد كيموية واحد احنا بنعمل مي تنظيف كده كده احنا بنستخدمها في الشوير وبنستخدمها في الشوير جل فطبيع ان احنا نستخدمه في تنظيف البشرة اكتر حاجة بتنظف البشرة كويس جدا هي الصابون للعلم يعني ده افضل حاجة هنا بضيف معلقة من النشا معلقة صغيرة من النشا وكلنا طبعا نعرف فوايد النشا في تفتيح البشرة وتنظيف المسام كويس جدا غير كده بقى ان هي بتعمل كمال ناعم كده جدا على البشرة يعني بتهدي خالص من اي التهابات بتكون في البشرة بس اهم وظيفة للنشا هو التفتيح البشرة عشان كده قلتلكم ان الماسك ده في الاول من اهم وظيفه هي التفتيح لان احيانا كتير بنطلع في الشمس وبرده كمان بيحصل في تصبغات في الجلد نتيجة اي حاجة بتحصل حتى لو حد تعبان واي من تعب كده بتحسوا ان وشه مجهد الماسك ده هيخلي كل الاجهاد اللي في وشك يروح خالص وكمان احنا في فترة الصوم برضه بنفقد كتير جدا من العناصر بتبقى جوا جسمنا بتطفي البشرة شوية فبرده الحاجات دي بترجع الحيوية للبشرة وبتنظفها البشرة لما بتنظف وبتتنفس بتدي شكل حلو كده ومبهج كده انا خلصت اول وصفة اللي هي وصفة التفتيح ازاي احول الوصفة دي لدلكة مغربية ده اللي هنشوفه دلوقتي بس كل المحطش لايك للفيديو وكل المشتركش يلا الاشتراك بقى عشان نعمل الدلكة المغربية من اغلى الحاجات اللي ممكن تشوفوها وتشتروها هي الدلكة المغربية غالية جدا 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 مع انها مكوناتها بسيطة اوي 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 هناخد نص الكمية بالزبط طبعا تقدروا بسيطة ضعفوا الكمية على حسب ما تحبوها يعني ممكن في حد هيستخدمها على الجسم كامل وفي ناس مثلا تستخدمها على وشها بس فهتبقى محتاجة كمية صغيرة زي ما انتم شايفين طبعا امنة امنة جدا متقلقوش منها مفيش اي مشاكل منها خالص لان ما فيهاش اي مواد مهيجة للبشرة نهائيا اه الا اصحاب البشرة الحساسة دول ليهم واضح خاص هقول لهم برضو على حاجة يعملوها مع المسك ده بجيب معلقة من السكر ولازم السكر يكون خشن ويكون اصمر يعني ما تجيبوش السكر لا بيتدل منحلي بالشيء سكر خشن وبضيف هنا زيت زتون زيت زتون مفيش مشكلة اي زيت زتون موجود في البيت لو ما فيش زيت زتون ممكن تستخدمه زيت جوز هند اي زيت مرتب للبشرة لو ما فيش اي زيت خالص اي معلقة كريم يكون عندك اي كريم بشرة يكون عندك بقول لكم كده كل البداية هنا هستخدم معلقة من البون الي يكون غامق بون او نسكافي يكون غامق بلاك يا جماعة ما يكونش البون الفاتح المحوق ده لا بون يكون غامق او نسكافي بلاك اللي هو من نسكافي الاسود ده هو ده اللي احنا نستخدم منه معلقة واحدة بس هنفضل نمزج الخليط كويس جدا جدا لحد ما يكون معنا اللون اللي انتو شايفينه ده اللي هو لون الدلكا المغربي دلوقتي بقى عندنا الخلطتين او الوصفتين عندنا وصفة الدلكة المغربية وعندنا وصفة التفتيح ازاي استخدمهم وازاي لو بشرتي حاسة استخدمهم من غير ما يحصل لأي تهيق في الجلد او في البشرة تالي انتو هنشوفوه معايا دلوقتي اولا لازم قبل ما تستخدمي اي مصك من الاتنين لازم تبقى البشرة نظيفة يعني مش تقولوا ان احنا هننظافها يبقى البشرة عادية لا لازم تبقى البشرة نظيفة البشرة تبقى مقصولة كويس جدا عشان تبقى النتيجة افضل بكتير باخد حتة كده الاول دايما بستخدم الدلكة ما بستخدمش التفتيح ليه لان التفتيح ده بيدي نتيجة بعد ما كل السواد بقى لتحت الجلد والشعر والحاجات دي كلها تتشال بتدي نتيجة التفتيح افضل بجيب حتة كده صغيرة من الدلكة وبفضل انا هجرب لكم على ايدي عشان وريكم قدي ايه الموضوع يعني بيبان بسرعة لان اليد طبعا بتبقى مجهدة جدا ونشتغل بها دايما فدايما بتلاقوا اليد كده مسمره شوية وخصوصا انا لاني طبعا شغلي في الطبخ والمطبخ والحاجات دي بيساعد دايما على ان اليد تبقى سمره شوية بس طبعا لاني بستخدم دايما المسكات دي فطبعا مش بيأثر كتير على لون الجلد عندي وبفضل ان انا قلعك كويس جدا جدا لحد ما حست ان الجسم ابتدى ينضف وحس ان في حاجات كده بتطلعت من تحت الجلد اسمها الخلايا الميتة الخلايا الميتة دي هي اللي بتخلي البشرة تنور بمجرد ما تطلع هتلاقوا حاجات كده سودة طلعت وحاجات كده غريبة ما تقلقوش كل ده بيبقى تحت الجلد عمتا لما بينضف الجلد بيتنفس بيبقى حلو وناعم جدا جدا وبيبقى يناصح في البيض طبعا هتبضلوا بقى تدعاكوا في الموضوع ده حوالي 10 دقايق او 5 دقايق لو عندكم ليفة مغربية هتسهل معاكم الموضوع خالص ليفة المغربية بتتباعها للعطار بتاخدوا حتة كده من الدالكة دي مع ليفة المغربية وتدعاكوا كويس جدا هتلاقوا سودة سنين يعني زي ما بيقولوا بعد كده بقى تخسلوا ايديكم شايفين هتلاحظوا ان البشرة من كتر النظافة بتاعيتها تحسوها بقت وردية يعني بقت بينك مش بقت بيضاء خلاص طبعا الموضوع على الوش هيفرق جامد يعني على الوش طبعا هتحست انك بقيت شمعة من اوهرة زي ما شفتوا على الفيديو هجيب بقى ماسك التفتيح بجيب حتة كده من ماسك التفتيح وببدأ ان انا برضو ادل كويس جدا ماسك التفتيح ده من اهم خواصه او من اهم حاجاته اللي هو بيعملها ان هو بعد ما البشرة خلاص كده نطفت بيحاول ان هو يفتحها درجة او درجتين عن ما هي موجودة وخصوصا التصابغات اللي تبقى موجودة تحت الجلد دي بيبقى صعب جدا ان احنا نشلها اول ما بنخلص كده بنسيب المسك على البشرة لمدة دقيق او دقتين وبعد كده بنخسل البشرة تحت الحنفية بالمية بس من جير صابون ولا اي حاجة هتلاقوا البشرة نورت معك جدا بعد ما تخسلي بالمسك بتخسلي وشك بمية فترة وبعد كده بتخسليها بمية سقعة عشان تقفلي المسام بتاعت وشك بعد كده بتستخدمي اي كريم مرتبة عندك هتحس تقدي ايه البشرة بتحتك بقت حلوة ونظيفة جدا جدا كده بقى خلفة الوصفة ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك حلو كده ليها وتعملوا مشاركة ليه عشان الكل يستفيد تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل واشوفكم دايما يا رب على خير قريب كل سنة وانتو طائبين